أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات القوية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أن اللقاء مع رئيسة المفاوضية الأوروبية جدد التأكيد على شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق نقلة نوعية مع الاتحاد فقد شهدت مباحثاتنا اليوم تناول سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة في الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية في إطار الرؤية التنموية المصرية وعلى رأسها الطاقة والطاقة النظيفة وأمن الغذاء والتحول الرقمي والنقل الكهربائي والزراعة والرأي الحديثان وتصنيع اللقاحات فضلا على إياد تشجيع الشركات الأوروبية على دخل مزيد من الاستثمارات في مصر والتعاون السلاسي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائنا في القارة الإفريقية واسمحوا لي معالي رئيسة المفوضية بأن أرحب في هذه المناسبة بقرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 والتي تعتبر إطاراً تموحاً توفقنا عليه معنا لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة ننضع الأساس لنقلة هائلة في التنسيق المؤسسي بين الجانبين على كافة مسارات التعاون وفي مختلف القطاعات وبما حقق الفائدة المشتركة للجانبين ترجمة نانسي قنقر